سعنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن المؤمن القوي خير وأحب من المؤمن الضعيف القوة مقصود بيها إيه والضعف مقصود بيه بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعض روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لنا أربعة أمور المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير استعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان يعني إيه بقى انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يا جماعة المؤمن اللي قوي اللي عنده عزيمة اللي عنده علم بصيرة تجعله خاشع لله في صلاته تجعله إيجابي آمر بالمعروف وناهي عن المنكر بضوابطها بالحكمة والمعيزة الحسنة تجعله نافع للمجتمع تجعله عنده بصمة وله أثر تجعله عصامي مش عظامي هذا المؤمن القوي هو إلى الله أقرب وفي مرضاته أسعى هو خير للناس ولنفسه وأحب إلى الله عز وجل ولكن في كل خير يعني في المؤمن القوي خير وفي المؤمن الضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان والعبادة ثم بعد ذلك استعين بالله تمام ولا تعجز تمام استعين بربنا سبحانه وتعالى في كل أمورك ما تنسبش أمور لنفسك إنما الأمر كله أنا معملا تشكز بالضبط استعين بالله تبارك وتعالى وإوعى العجز لأنه ربنا هيحزبك عن العجز يعني إيه ما تعودش جنب الحيط وتحط إيدك على خدك آه يعني ما تعودش وتقول ربنا ما هو ربنا كاتب لي رزقي فهيبعته دعجز